نحن على قول تهنى الخير ما ينسى سالفته حتى لو بكرة أي ساعة أنا أكون على الهواء أتمنى من الأخ العزيز السيد اللواء الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة لأهمية هذا الموضوع ونعرف هذا الرجل صادق ليس لأنه صديقي ولكن أريد أن يطلعني ما الذي جرى وهل فعلا تم التحقيق له لا أنا ما أريد أشتغل بطريقة الدولة والحكومة العراقية الله كريم أروح أتعال لا أنا يجب أن أحترم وكلنا يجب أن نحترم مشاكل الناس ونتابعها أيضا قضية أخرى لفتة انتباهي وهذه القضية أنا سأكون شاهد عليها الأخوة في تربية الكرغ في البيع وبالذات هذه أنا ما أعرف اسمها التربية الموجودة في منطقة الشهداء أقبال مدينة الذرع ليش الساعة بهدعش السدون الشبابيك؟ يعني أنا ابني اللي يقلي عند شهادة يصدقه يقول لي بابا أنا وصلت الساعة بالعشرة وصلني لزمة سرة وصلني للشباك الساعة 11 أجل الموظف قال لي أنا ما استلم خلص دوامي شنو بابا أنت شد داوم شنو شغلك الساعة بهدعش لسد الشباك يقول لي بابا توسلت بي ما قبل رجعت على المدير لا أقول له قلت لأستاذ هذي وهذي وأني عدي فقط تصديق قل لي إيه وهسي شي سوي لكاني قلت لبس خلي الموظف يستلم قل لي روح أنا راح أمشي رديت برت الثانية بهدعش وربع يا السادة في وزارة التربية يا الإخوان في تربية البيع الكرخ الثاني يمكن مو البيع وإذا تقدرون تحصلون لمديرها حتى أقعد أبلغه أنا الآن على الهواء أبلغه ليش الساعة بهدعش ينسد الشباك زين هو شنو مصرف صدوق هو غير الموظف ينتهي دوامة ساعة بهدلاثة وليش هاي الطوابير للطلبة والناس تشتكي يوميا عندنا خمسة آلاف أو ستة آلاف مصاب طبعا لأن من وراء هاي البيروقراطية من وراء هذا الإهمال للناس زيناني ألزم سرة أنت غير ملزمة نتمشيهم أنا اللي يدري بي لما أروح للمدير وأقول لي مده يمشيني وأطبع عليك ابني طبع عليك الساعة بهدعش المفروض تروح تجيبها تقول لي تعال بابا ليش ما تستلموا عاملتين تي شنو الساعة بهدعش 11 ونصف تشدون الشبابيك وهي الولادات تبقى واقفة يلا روح تعال بابا ليشيك شنو روح تعال بابا ليشيك غصبا عليك توقف وتستلم المعاملة أنت موظف خدمة عامة والمشكلة الناس واقفة بالشمس وواقفة بالحر ويجي يقول لي انتهى دوام الساعة 11 و 11 ونصف فلذلك أنا أريد جواب على هذه القضايا التي تحصل وأنا هذا من كل تشفتها بعيني في هذه المديرية بالتحديد بالذات احترموا الناس احترموا الطلبة احترموا شغلكم حللوا خبزاتكم مو كل شبات صاير دولة ومو كل شبات صاير حكومة وأنا ما سامع أنا ما سامع معاملات باتوا اشتلم بهدعاش بفمعاش شدوها عزلوها وروحوا قعدوا ببيوتكم